نمج وحققت اللقب الحمد لله يا رب العالمين ما هو شعورك الأول لما تلأسه هل كنت تتوقع أنك أنت تفوز اليوم الله أول شي نشكر الله ع كل شي وصعيد أني أنا اليوم هذا اللقب مش بس لا أو شي اللقب لا لكل ناس صوتت لي لكل الجمهور التعب لي بشكر ربنا عليه هذا اللقب أهديه لبلادي وبهديه لفلسطين وبهديه لبيت لحم لكل عالم لكل فلسطين بهديه لكل شخص حبني من كل العالم من أوروبا من أمريكا من الوطن العربي من كل العالم من إفريقيا من كل العالم وبهديه لأمير وعمار يلي همي آيدلز برضو سمحني مش عادر أحكي كتير حاسس عليك أنا تعبان بس أنا بدي أعرف منك شغلي أنت بأول ما دخلت إلى هذا البرنامج إلى أين كان طموحك شو كنت يعني متوقع أنك أنت تحقق من خلال برنامج ربايدل لخلت على برنامج ربايدل ونحكي يا رب وفقني يعني بكل لحظة وفقني بكل خطوة بحياتي لقيت حالي عم بمشي والإرادة عم بتزيد واجهتني لحظات كنت كتير تعبان فيها واجهتني لحظات يلي جاي أبارز فيه اللي هو صوتي عماله بتعب ولكن الإصرار معمره نزل كتير ناس صادت خوقفت جنبي إدارة البرنامج وقفوا جنبي اهتموا فيي عالجوا صوتي ضلت عندي العزيمة أني أكمل والفوق كل هذا جمهوري اللي مثل الجيش اللي يضل جنبي مرات ملاحظات بعض الحكام كانت تكون قاسي قليلا باتجاهها قلينا أحكي لك هذه النقطة لو لملاحظات الحكام لأن أنا بعرف حالي ممكن أني أجزب على العالم كله بس ما أجزب على حالي أنا وصلت مرحلة إنه أوكي تمام وأنا نجم وكذا ملاحظات الحكام وععتني ولولا ملاحظات الحكام يلي إليها فضل كبير علي أنا اليوم ما وصلتش لهون ما كنتش للأرب آيدل آخر سؤال شو مشروعك للمستقبل مشروعي هاي زيد مطر بجديد ولا حنعمل نشوف شي مميز مختلف مشروعي مشروعي بالمستقبل هالصورة الحلوة اللي أعطاناها هارا بايدل نحافظ عليها ونزيدها الجماهير والقاعد الجماهيرين نزيدهم أنا مشروعي أقدر ألف على كل شخص وأشكره بالاسم ولكن رح أقدم له أعمال فنية أقول له شكرا من خلاله يقول والله يعقوب الحبنا اليوم صار نجم يعقوب الحبنا عم بيستمر وعم بيقدم لنا الإشي كتير حلو أنا هذا البدية وأرب آيدل الاستمرار أرب آيدل مش مش الوقوف لهون هلأ بدأ مشواري واليوم بدأ مشواري وإن شاء الله يا رب زي ما توفيتهم ألاقي ناس أتعامل معهم ويوفقوني ويستمروا معي وهم إشي أخذتوا من لجنة الحكم برجع بعيد على كلامك لولتعليقات أهم إشي أن نعرف أخطار صحب المستقبل عشان أستمر ترجمة نانسي قنقر